مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب بنسعد جدا في كل مرة بنلتقي فيها وبنسعد جدا لمتابعتكم لبرنامج عبر الكتاب سواء مباشر أو حلقات الإعادة أو إعادته أو زعته على اليوتيوب أو على الفيسبوك كمان بنسعد بكل متابعتكم لكل برامج قناة الحياة وضوح حلقة النهاردة مهم جدا وهو عن إنجيل يهوزة إنجيل يهوزة لماذا يهلل له المسلمون؟ من أول ما ظهر هذا الإنجيل وهناك حالة من التهليل والفرح لظهور هذا الإنجيل فلماذا؟ وما هو مضمون هذا الإنجيل؟ إنجيل يهوزة إنجيل يهوزة في سنة 2006 نشرت مجلة National Geographic بحث كامل عن إنجيل يهوزة وهذا البحث الذي نشرته المجلة هو بحث مهم جدا لأنه هذه المخطوطة اللي هي إنجيل يطلق عليها النهاردة إنجيل يهوزة قد تم اكتشافها سنة 1978 في إحدى كرة محافظة المينيا وعندما تم اكتشافها حاول تاجر الأثار إنه يخفيها وبعد فترة حاول إنه يبيعها وطلب رقم قياسي في تمنها طلب حوالي 3 مليون دولار لكنه فشل في بيعها اضطر إنه يحاول يهربها ففعلا هربها وخرج بيها خارج مصر وصل بيها إلى منطقة في ولاية نيويورك اسمها لونغ آيلاند وهناك اشترك في البنك وفتح خزانة للأمانات واستودع أو حط فيها المخطوطة ديا لفترة طويلة من الزمن حاولت بعد كده إحدى الباحثات في علم الأثار والمخطوطات إنها تبيع هذه المخطوطة وطلبت من تاجر الأثار في ولاية أوهايو حوالي 2 مليون ونص دولار إلا إنه المحاولة أيضا فشلت ولم تبع المخطوطة بعد 16 سنة من وضعها داخل هذا الصندوق في البنك بسبب التقس وبسبب اختلاف الجو ما بين مصر ما بين نيويورك هذه المخطوطة بدأت تتآكل وبدأت تفقد أجزاء كثيرة منها حوالي 12% أو 14% من محتوى المخطوطة كان تدمر أو كان حصل نوع من الدامج لكنه هيئة متخصصة في الأثار والمخطوطات هيئة سويسرية بالاتفاق مع ناشنال جيوغرافيك وهي أيضا مجلة علمية مشهورة لها تاريخ طويل حتى لها قناة خاصة بيها للوثائق التاريخية ولأيضا الأشياء الطبيعية على القنوات والمحطات التلفزيونية منتشرة في كل العالم حاولوا أنه يجمع يعملوا لجنة وهذه اللجنة تضم أخصائيين ومتخصصين في علم اللغة وفي علم الأثار وفي علم اللهود ويحاولوا يفكوا شفرة هذه المخطوطة وزي ما قلت هذه المخطوطة لم تحتوي فقط على إنجيل يهوزة لكن هي كانت في الأصل تحتوي على خمس أصفار منهم ما يطلق عليه إنجيل يهوزة وفعلا قاموا بترجمة ما يمكن ترجمته طبعا فيه سطور متكلة وفيه سطور ضيعة في النص لكن على الأقل قاموا بترجمة ما يمكن ترجمته سنة 2006 في شهر إبريل تم نشر ترجمة كاملة ونتائج البحث كاملة على ناشونال جيوغرافيك لكن هذه المخطوطة منذ أن زهرت وهناك حالة من التهليل والفرح والبهجة وكلاشيهات كثيرة جدا يرددها الإخوة المسلمين في كل مكان الإنجيل الذي يدمر الإيمان المسيحي اكتشاف الإنجيل الذي يقلب المسيحية رأسا على عقب الإنجيل الذي يؤكد عدم صلب المسيح الإنجيل الذي يعتبر هو الإنجيل الصحيح الذي أخفته الكنيس كلاشيهات كثيرة جدا جدا وللأسف الشديد كل هذه الكلاشيهات والغالبية العظمى لم تقرأ المخطوطة ولم تقرأ حتى الترجمة للمخطوطة ولا عندها أي دراية بمحتوى المخطوطة لكنه هما بيتناقلوا زي ما عندهم دايما هذا الموضوع عن فلان عن فلان عن فلان لحد ما يوصل فالإخوة المسلمين هو نقل من فيديو لفيديو لفيديو أو من شخص لشخص لحد لما هو بيقولها كأنها حقيقة مسلم بها لكن هل أرى هل درس المخطوطة هل يقبل المخطوطة كما هي بكل ما فيها من عقائد وبكل ما فيها من إيمانيات وبكل ما فيها من أفكار وماذا تقول فعلا هذه المخطوطة زي الإسبوع اللي فات إنه أحد الإخوة قالك إنه المخطوطة تؤكد أن الذي صلب هو يهوز الأسخريوتي ولما طلعنا النص ونشوف النص النهاردة المخطوطة لا تنكر صلب المسيح ده المخطوطة هي عبارة عن فيها اتفاق سري ما بين يسوع وما بين يهوزة على أن يقوم يهوزة بتسليم المسيح لك يموت ويقوله أنت ستحررني من الجسد أو من ناسوتي لكنها لا تتحدث أبدا عن أن يهوزة صلب مكان المسيح ولا تتحدث أبدا عن أن يسوع لم يصلب هي بتبرق يهوزة من فعلته لكنها تؤكد صلب المسيح طيب يمكن بما أنه عدد كبير من حضراتكم من ما أراش المخطوطة أنا عايز أقرأ أجزاء كبيرة من المخطوطة ودوان يدينا فهم للنص اللي احنا بنتكلم عنه وفي نفس الوقت ناخد الأفكار اللي بتقولها هذه المخطوطة والعقائد اللي بتنادي بيها والأمور الفكرية والفلسفية المتعلقة سواء بالله أو بالإنسان أو بالخلق أو بيهوزة أو بالمسيح وناخدها ونقشها مع بعض لنكتشف أنه لا يوجد سبب أبدا للتهليل وأنه هذه المخطوطة لا تؤثر لا من قريب ولا من بعيد عن الإيمان المسيحي بل هي تتبع مجموعة كبيرة اكتشفت أيضا في سبعينات اسمها مخطوطات ناجح حمادي واللي تعتبر كلها كتابات غنوسية تنشر الفكر الغنوسي طيب نيجل النص النص بيبدأ بهذه الكلمات هذه هي الرواية السرية أو لما تقرأ السرية أعرف أنها مرتبطة على طول بالمعرفة السرية اللي هي جزء أساسي في الفكر الغنوسي لأن الإنسان بيخلص من خلال المعرفة السرية هذه هي الرواية السرية للإعلان الذي تكلم به يسوع في حديث مع يهوزة الإسخريوتي لمدة أسبوع خلال ثلاثة أيام قبل الاحتفال بالفصح يعني كأن يسوع قعد مع يهوزة لمدة أسبوع وأعلن له ما لم يعلنه عندما ظهر يسوع على الأرض عمل معجزات وعجائب عظيمة لخلاص البشرية ولأن البعض سلك في طريق البر بينما سلك البعض الآخر في طريق الآثام دعا تلميذ الاثنى عشر وبدأ الحديث معهم عن أسرار ما وراء العالم وما سيحدث في النهاية وغالبا لم يظهر لتلاميذه كما هو يعني الهيئة اللي ظهر بيها لم تكن الهيئة المعتادة ليسوع ولكنه وجد بينهم كطفل طيب أخذ أجزاء منها مش أخذها كلها مع أن قريتها كلها على بعض هتاخد حوالي تلت ساعة لكن علشان نقدر نناقش أفكار هاخد بعض النصوص منها وليس الكل وإنتوا وإنتوا بتسمعوني هتقدروا تشوفوا الأناجيل الأربعة بتقول إيه ودي بتقول إيه ومين هو يسوع في الأناجيل الأربعة ومين هو يسوع في هذه المخطوطة وكان يسوع يوما ما مع تلاميذه وكان يسوع يوما ما مع تلاميذه فوجدهم وقد تجمعوا معا جالسين يتأملون بتقوى وعندما اقترب من تلاميذه الذين كانوا مجتمعين معا يصلون صلاة الشكر على الخبز فضحق منهم بل يسوع بيضحك على تلاميذ اللي بيصلوا قائلا له التلاميذ يا معلم لماذا تضحك من صلاة شكرنا لقد فعلنا ما هو صواب فأجاب وقال لهم أنا لا أضحك منكم فأنتم لا تفعلون ذلك لأنكم تريدون ولكن لأنه بذلك سيتمجد إلهكم فقالوا يا معلم أنت ابن إلهنا قال لهم يسوع كيف تعرفونني الحق أقول لكم ليس بينكم جيل من الناس سيعرفني وعندما سمع التلاميذ ذلك بدأوا يغضبون ويحنقون وبدأوا يجدفون عليه في قلوبهم ولما رأى يسوع قلة معرفتهم قال لهم لماذا أدت بكم هذه الإثارة إلى الغضب أخذ جزء آخر يقول لهم كده إلهكم الذي بداخلكم هو من دفعكم إلى الغضب فليأتي أي واحد منكم يكون قويا بما يكفي بين الكائنات البشرية ليخرج الإنسان الكامل ويقف أمام وجهه فقالوا جميعا نحن نملك القوة لكن أرواحهم لم تجرؤ على الوقوف أمامه فيما عدا يهوز الإسخريطي الذي كان قادرا على الوقوف أمامه لكنه لم يقدر أن ينظر إليه في عينيه فأدار وجهه بعيدا وقال له يهوزة أنا أعرف من أنت ومن أين أتيت أنت من العالم الآيون الخالد لبربلو وأنا لست مستحقا بأن أنطق باسم ذلك الذي أرسلك طبعا بربلو ده نتكلم عنه ونحكي عنه لكن خليني أخذ مدخلة أخ بن علي أخ بن علي أخ بن علي أخ بن علي طيب طيب أوكي يريد أن يحاول أن يتصل ثاني نخذ ولمعرفته أن يهوزة كان يتأمل في شيء ما كان مرتفعا قال له يسوع تعالى بعيدا عن الآخرين ده المعرفة السورية وسأخبرك بأسرار الملكود فمن الممكن لك أن تصل إلى ذلك ولكنك ستحزن كثيرا لأن آخر سيحل لأن آخر سيحل محلك ليصل إثنى عشر الكمال مع إلههم فقال له يهوزة ومتى ستخبرني بهذه الأشياء ومتى أو كيف يشتق يوم النور العظيم على الجيل ولكن عندما قال هذا تركه يسوع وفي الصباح التالي وبعد أن حدث ذلك ذهر يسوع ثانية لتلميزه فقال له يا سيد إلى أين ذهبت وماذا فعلت عندما تركتنا فقال له يسوع ذهبت إلى جيل آخر عظيم ومقدس قال له تلميزه يا رب ما هو هذا الجيل الأسمى والمقدس مننا والذي ليس هو الآن في هذه العوالم وعندما سمع يسوع ذلك ضحك وقال لهم لماذا تفكرون في قلوبكم في الجيل القوي والمقدس الحق أنا أقول لكم ليس أحد ولد في ذلك الظهر سيرى ذلك الجيل ولا جيش من ملائكة النجوم سيحكم على ذلك الجيل ولا إنسان ذو مولد فإن يمكن أن يشارك فيه لأن ذلك الجيل لا يأتي من الذي أصبح جيل الناس الذين بينكم هو من جيل البشرية القوي التي وبعدين فيه جزء أيضا مش موجود خليني أخذ جزء آخر مهم في هذا النص كويس أقرأ من الجزء ده قال يهوزة يا سيد كما استمعت إليهم جميعا استمع الآن إلي لأني رأيت رؤية عظيمة يهوزة رأى رؤية عظيمة وعندما سمع يسوع ذلك ضحك وقال له أنت أيها الروح الثالث عشر لماذا تحاول بكل هذا الجهد تكلم إذن وسأحتمل أنا معك فقال له يهوزة في الرؤية رأيت نفسي وكأن الإسن عشت الميزان يرجمونني عارفين عملية الإسقاط كويس ويتهيدونني بقصوة وجئت أيضا إلى المكان بعدك رأيت بيتا ولم تقدر عيناي أن تدرك حجمه وكان شعب كثير يحيد به وكان لهذا البيت سقف من السعف وفي منتصف البيت كانت هناك جموع قائلة يا سيد خذني مع هذا الشعب أجاب يسوع وقال يا يهوزة لماذا أضلك نجمك ثم واصل لا يوجد شخص زو مولد فأن يستحك أن يدخل البيت الذي رأيته لأن هذا المكان محفوظ فقط للمقدسين للقدسين فلا الشمس ولا القمر يحكمان هناك ولا النهار ولكن المقدس يبقى يقف هناك دائما في العوالم الأبدية مع الملائكة القدسين انظر لك شرحت لك أسرار الملكوت وعلمتك خطأ النجوم وارسلتها إلى الآيونات الاثنى عاش هاجي إلى جزء آخر وهو الجزء اللي فيه بيستخدمه البعض ويقول على أنه شايفين أن يهوزة هو الذي صلب مكان المسيح في آخر هذا الجزء قال يهوزة ليسوع انظر ما الذي سيفعله الذين اعتمدوا باسمك قال يسوع الحق أقول لك هذه المعمودية باسمي وبعدين في جزء ضايع لألحق أنا أقول لك يا يهوزة هؤلاء الذين يقدمون تضحياتهم ساكالاس الله وده يعني في بربلو في هنا ساكالاس كل شيء شرير ولكنك ستفوقهم جميعا ليه لأنك ستضحي بالإنسان الذي يرتديني يعني أنت يا يهوزة لما تسلمني إلى رؤساء الكهنة ولما يحكموا علي بالموت أنت التضحية بتاعتك والتقدمة بتاعتك هي أن أنت ستضحي بالإنسان الذي يرتديني يعني ستطلق روحي حرة عندما يصلب الجسد بايس طيب قبل ما نتكلم عن ما يحتويه هذا النص خلوني أخذ مدخلة الأخت أم عماد ألو ألو أهلا وسهلا بحضرتك أزاك يا دكتور أهلا وسهلا بيك ربنا معاياك الرب معاياك فضل لو سمحت أنا كنت بس عايزة أسأل هو ليه الصليب مجنينهم يعني هم ليه مش راضين يعترفهم أو يعترف أو ما يعترفشهم أحرار لكن هو ليه الصليب مجنينهم يعني أنا بتهيق لي أنهم عارفين أن الصليب فيه خلاص لبشر يعني وإحنا هنخلص بالصليب وهم مش طايلين الحكادي في حاجة تانية لو سمحت لما لما ربنا لما المسيح كان بيتكلم على صلبه قال مثالين اتنين قال كما رفع موسى الحية في البرية هكذا يمدغي أن يرفع ابن الإنسان دي أول مثل تاني مثل قال لهم حبة الحنطة وهو كان بتشبه بحبة الحنطة واللي بتأسيه الحبايا لغاية ما تبقى ديه يعني فقال لهم أن حبة الحنطة إن لم تقع وتمت تبقى لوحدها لكن لو تماتت بتأتي بثمر كثير فكل الحاجات دي بتثبت أن المسيح فعلا صلب وبعدين فيه حاجة ثانية يعني لو فيه حد بديل له في المحاتمات اللي حصلت معاه طول الليل من دار رئيس الكهنة ليه دا ليه دا ليه دا الناس كلها ما كانتش شايفة إن اللي بتحاكم دا مش هو المسيح هو حد تاني دي طبعا كلها أسئلة منطقية يعني يا وبعدين لما لو فردوا الشبيه دا اللي تصلب هل هو بعد ثلاثة كام آمن من الأموات وصعد ولا عمل إيه بالضبط لا خلاص دا مات يعني فعلا لأسئلة يعني لو بس أي مسلم فقل نفسه فيها هيثبت أن الآية اليتيمة اللي بتقول ما صلبه مش عارف إيه دي ملهاش أي أساس مصطح هتضرب الإسلام فوقتل يا أشكرك أشكرك أختم معمات طبعا يعني هو الصليب عامل لهم إيه هو الكتاب واضح جدا إنه الصليب هو قوة الله للخلاص ولو ما فيه صليب ما فيش خلاص للإنسان والإنسان مش ممكن أبدا يخلص بعيدا عن الإيمان بصليب المسيح وعش كده عدو الخير يضع الصليب كيعني العدو الأول له إذا لم يستطع أن يمنع الإنسان بأكاذيب عن أنه يرى حقيقة صليب المسيح فهو بيحاول بكل الطرق إنه يعطل ويمنع البشر من أن يدركوا محبة الله التي ظهرت في المسيح يسوع وبكده يهلكوا ويكون مصرهم الهلاك وهذا ما يسر قلب إبليس لأنه لا يريد أن يذهب إلى الهلاك بمفرده لكن يريد أن يضل ولو أمكن أكبر عدد من الناس معاه أرجع إلى ما ينادي به إنجيل يهوزا إنجيل يهوزا مضمون إنجيل يهوزا ما الذي في إنجيل يهوزا وما الذي يتضمن إنجيل يهوزا من أفكار ومعتقدات وأشياء ينادي بها أول حاجة لما أي حد بيقرأ إنجيل يهوزا يدرك مباشرة حتى لو كان عنده فكرة بسيطة كويس مش لازم يبقى عالم وباحث أولاً ده يختلف عن أي إنجيل آخر هو ليس إنجيل هو يطلق عليه إنجيل لكنه ليس إنجيل هو مخطوطة لأنه إنجيل يعني الأخبار الصار هذه الأخبار الصار تتضمن مجيء المسيح حياته معجزاته موته وقيامته وسعوده مجيءه الثاني لكن هذا الإنجيل لا يتضمن زي إنجيل تومة وزي إنجيل طفولة وزي إنجيل المريا كل الأنجيل دي هي أنجيل غنوسية اللغة لغته مفرداته أفكاره الأسماء اللي مسكورة زي ما قلنا زي باربيلو ساكالاس والحاجات دي كلها كل هذه الأشياء هي غنوسية في أصلها غنوسي طب إيه هي الغنوسية ممكن مرة نعمل حلقة كبيرة عن الغنوسية لكن الغنوسية ليست طايفة يعني يعني ما كانش فيه طايفة اسمها اليهود أو مجموعة اسمهم اليهود ومجموعة اسمهم المسيحيين ومجموعة اسمهم الغنوسيين كان فيه اليهود موجودين بإيمانهم ومعتقداتهم وكان فيه المسيحيين موجودين بإيمانهم ومعتقداتهم وكان فيه فكر فكر الغنوسية هي فكر وليس الطائفة فكر منتشر فكر فلسفي في آلب ديني يتضمن أفكار فلسفية يتضمن أفكار ميتافيزيكية أو فيما وراء الطبيعة يتضمن أفكار وثنية خلطها مع بعض مرتبطة بالزرازيستية وأيضا بالعبادات الوثنية الأخرى فهو هذا الفكر منتشر وموجود ولما رأى في المسيحية أشياء خدها وأيضا أصغها في إطار هذا الفكر الغنوسي ولهذا الكنيسة حربت هذا الفكر لأن هذا الفكر في مضمونه كان ضد التجسد كان نافي لتجسد الكلمة الكلمة الذي صار جسدا وعشان كده من أول العقائد التي يعني هاجمها الرسل كانت عقيدة والإيمان بتجسد المسيح من هو ضد المسيح إلا الذي ينكر أن يسوع قد جاء في الجسد فكانت في أفكار الغنوسية منتشرة حتى أيام يحنى الحبيب التي تنادي بأن المسيح لم يكن له جسد كامل حقيقي مثلنا لكن كان يبدو على أن له جسد ونتيجة لكده طبعا في أفكار أخرى كثيرة جدا لكن الغنوسية هي فكر وثني في آلب ديني يهدف إلى خلاص الإنسان من خلال المعرفة السرية وعش كده حتى الإخوة المسلمين ما يقبلوش ما موجود في هذه المخطوطة من أفكار وما ينفعش أنه يقبلها لأنها أيضا بتطعن مش بس في المسيحية دي بتطعن في الإيمان أي واحد مسلم بتطعن في إيمانه طب إزاي بتطعن في إيمانه هاخد بعض الأشياء اللي بنراها في الأفكار الغنوسية والمعتقدات الغنوسية اللي جزء منها إنجيل يهوزة وهركز أكتر على إنجيل يهوزة أول حاجة الإنسان ما هي نظرة إنجيل يهوزة الإنسان في جزء في إنجيل يهوزة مرتبط بخلق آدم بيتكلم عن خلق آدم وبنعرف من خلاله إنه إيه هي نظرة إنجيل يهوزة للإنسان أولا يؤمن إنجيل يهوزة بأن الإنسان مكون من عنصرين بنسميها دوليستيك أنثروبوليجي يعني إن الإنسان فيه عنصرين فيه عنصر إلهي أو بيسميها الشرارة الإلهية The Divine Spark في الإنسان وفيه العنصر المادي فيه جزء مادي وفيه جزء روحي كويس والجزء الروحي محبوس ومسجون داخل الجزء المادي داخل جسد الإنسان ولهذا فالإنسان يطوق إلى الخلاص من المادة هذه المادة هي شر وهي السجن المسجون فيه الجزء الروحي الإلهي داخل الإنسان فهي زي ما بنسميها كده دوليستيك أنثروبوليجي أو الإنسان المكون من عنصرين كويس الإنسان آدم مخلوق ليس من الله وديها وضحها لما تكلم عن الله في هذا الفكر آدم مش خلق ربنا لأنه آدم مادة وربنا ما يتعملش مع المادة كويس لكن آدم مخلوق عن طريق الملائكة وخاصة ساكالاس الشرير يعرفنا ساكالاس ده في نظرهم هي يعتبر زي إله تاني بس إله شرير الله هو اللي أوجد الجزء الروحي الإلهي في الإنسان لكن ساكالاس الإله الشرير هو اللي أوجد الجزء المادي في الإنسان والله لم يخلق الإنسان هكذا لأنه الإنسان مادة كويس فعشان كده بنقرأ في مخطوطة يهوزة هذه الكلمات يقولي لنخلق كائناً بشرياً ده اللي بيتكلم هنا ده اللي بيتكلم هذا الملاك المخلوق أو الشرير الإله الشرير اللي في مخطوطة يهوزة لنخلق كائناً بشرياً على شكل وعلى صورة وعلى صورة فشكلوا آدم وزوجته هو مين اللي شكله؟ مش الله دول الكائنات الأخرى هي اللي شكلت آدم وزوجته التي تدعى في الصحاب زوي أو الحياة واسم ساكلاس يعني الأحمق وهو اسم الشيطان يبقى مين اللي خلق الإنسان؟ بحسب الإيمان اليهودي عهد قديم إنه الله خلق الإنسان وقال الله نصنع الإنسان على صورتنا وعلى شبهنا فالربنا خلق الإنسان وجبل من تراب الأرض ونفخ في الإنسان نسمة حياة فصار آدم نفسا حياة فالإنسان بمجمله نفسه وروحه وجسده هي خلق الله هو ناتج عمل الله مخلوق الله هو اللي خلقه لكن وده موجود في الفكر المسيحي كويس وموجود أيضا في الفكر الإسلامي طب إيه رأيكو يا مسلمين ما تاخدوا الفكرة دي كمان ما كويسها ما أنت عايز تقبل يعني مهلل لإنجيل يهوزة طب خدوا مش بتؤمن بمصدقيته خدوا على بعضه طيب ده بالنسبة للإنسان ما هي بقى نظرة إنجيل يهوزة للإله مين هو الإله بحسب إنجيل يهوزة وبحسب الفكر الغنوصي بصفة عامة وزي ما قلت أنا أركز أكتر على إنجيل يهوزة في هذا الجزء محور الغنوصية هو الإيمان بوجود مجموعة من الإلهة بما أن الغنوصية بتنادي بدواليستيك أنثروبولوجي أو بإنسان مكون من عنصرين وإن العنصرين دول واحد فيهم خير واحد فيهم شر فالفكر الغنوصي لما ينادي بوجود الإلهة أو الألهة هو ينادي بوجود إلهين على الأقل إلهين بنسميها دوليستيك ثيولوجي أو ثنائية الإلهية واحد روح مطلق لا نعرفه سري وخلاصك يكون من خلال معرفة هذا الإله سري فهو إله سري ومخفى لكنه ليس خالق للمادة وليس خالق للكون ويوجد أيضا إله آخر أقل من الإله المطلق دوان هو إله شرير هو هذا الإله الشرير هو الذي قام بخلق المادة وبخلق الكون ما هو مسؤول عن المادة كل الأمور المادية اللي موجودة خلقها هذا الإله الذي هو أقل من الإله المطلق الذي لا نعرفه والسري يعني إيه كلام ده يعني هناك تعدد أليها في الفكر الغنوصي وده اقتباس من الوثنية ليس هذا هو فكر اليهودي وليس هذا هو الفكر المسيحي لأن الفكر اليهودي والفكر المسيحي مبني على حقيقة وحدة أساسية اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك أنا الله وليس آخر وكان عقاب الله لشعبه ودينونة الله لشعبه في القديم مبني على هذا الأساس عندما كان الشعب يذهب ويعبد أليها وثنية أخرى بجانب إلهه ولأجل هذا الوصية الإلهية في العشر وصايا الوصية الأولى لا يكن لك آلهة أخرى أمامي لا تصنع لك تمثالا منحوطا ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض واضحة جدا فكرة الإله الواحد في الفكر الإيمان اليهودي والإيمان المسيحي هي تعتبر ركيزة الإيمان طبعا الإخوة المسلمين فاهمين غلط ويتعلموا من الكرآن غلط أننا لنعبد ثلاثة أليها لكن هذه إهانة للإله الواحد الذي نعبده يبقى في الفكر الغنوسي أو في إنجليا هوزا وبنجد هذا واضح على فكرة في إنجليا هوزا إنجليا هوزا يتكلم عن خلق آدم وأن الذي خلق آدم هو ساكالاس وأن الله غير مسؤول عن المادة وعن جسد آدم وإلى آخر هذه الأشياء كما تؤمن بوجود إلهين متساويين في القوة إله الخير وإله الشر إله الخير هو الذي خلق الكائنات زي ما قلنا الروحية وإله الشر هو الذي خلق العالم المادي هل المسلم يقبل كده؟ هل المسلم يقدر يهلل لمضمون إنجليا هوزا بهذا الفكر؟ المادة شر والروح خير وكل إنسان زي ما قلنا فيه شعاع أو ومضة إلهية تنتظر أن تخرج من السجن الجسد لتتحد بالإله بربلو يبقى الإله مين هو بربلو؟ هو الإله المطلق العالي السري الخفي ومين هو ساكالاس؟ هو الإله الآخر المادي اللي بتعامل مع المادة الشرير الوحش؟ ده في إنجليا هوزا على فكر إنجليا هوزا بيعلم هذه تعليم وبعدين نقول هو ليه الكنيسة رفضت إنجليا هوزا؟ هو ليه إنجليا هوزا لم ينضم ولم يعتبر إنجيل ليه لم يعتبر إنجيل من ضمن الأناجيل القانونية؟ لأنه المضمون دوا ما نفعش يكون إنجيل ده ضد الإيمان المسيحي كله طيب أخذ مكلمة الأخ فواز مساء الخير مساء النور عند استرسار بالنسبة للمخطوطة بتاعة يهوزا أيضا فضل تمام؟ المسيح عليه السلام يخاطب يهوزا في نهاية الإنجيل المنسوب إليه ويقول له إنه أي يهوزة يعني إنه سوف يختلف عن باقي التلاميذ يعني الحوريون تمام؟ وإنه سوف يكون الرجل يلبسني وهي تساوي الذي يعني يضحي به كشبيه له أي للمسيح عليه السلام ونقف ونتأمل كلمة يلبسني الذي عجز المترجم أن يكتبها كما جاءت في آيات القرآن شبها لهم فما رد حضرتك؟ حاضر حاضر أشكرك أولا على مدخلتك وعلى سؤالك وأنا أكلم عن الجزء ده أو لما أجي إلى لأنه في نقطة أساسية برضو في المضمون هو شخص يهوزا أشكرك ورحب بك في أي وقت حبيب طيب فهل المسلم يقبل هذا الفكر؟ هل المسلم يقبل هذا الإله؟ هل يقبل المسلم أن المسيحية تحتوي على إنجيل مثل إنجيل يهوزا؟ لا لأنه ده شرك بالله ده شرك بالله ده تعدد أليها والأجل هذا الكنيسة الكنيسة ما رفضتش لأنه يعني كده اعتباطاً أنه إحنا ده عجبنا وده مش عجبنا الكنيسة يوم ما تكلمت عن إنجيل يهوزا ويوم ما تكلم القديس إيريناو السنة 180 ميلادية عن إنجيل يهوزا في كتابه ضد الهراتقة كان عنده حق كان عنده حق ومش بس إنجيل يهوزا لكن أنا جيل أخرى كتبت بأسماء وطبعاً يعني في عالم مثل هذا أن أنت تحط اسم واحد من تلميذ المسيح على إنجيل يعني عشان تنشر أفكاره ده كان شيء يعني متعارف عليه ومعروف لكنه المضمون هو اليهم مضمون هو المهم الإله أيضاً الله غير مدرك وسامي وغير معروف لكن عندنا في الإيمان المسيحي الله أعلن عن نفسه الله لم يره أحد قط أيوة لكن أعلان الله الكامل رأينا فيه شخص يسوع المسيح لا أحد يعرف الآب إلا الإبن ولا أحد يعرف الإبن إلا الآب والإبن هو الذي أعلن الآب لنا كاملاً الله غير مدرك ده واحد ما نعرفوش ده عايش في حتة غير مدرك وهو سامي وغير متصل بينا ولا يتصل بالمادة يعني لا هو بيهتم بالكواكب ولا بالنجوم ولا بالطيور ولا بالكائنات فهو ما نعرفوش علاقة بأي أشياء مادية كويس هو عنده قوات روحية عنده كائنات خلقها هذه الكائنات الخلقها تسمى بالآيونات وطبعاً غالباً عنده 365 آيون وكل آيون عنده 365 آيون إحساب عد بقى إحسب 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 لحد لما توه في عالم خرافي هذا الإله السامي لم يخلق لم يخلق شيئاً وهو ليس خلق الكون المادي هذا الإله السامي غير مدرك وغير معروف وغير مرئي وهو إله مخنف يعني يعني هو مزيج من الجنسين ذكر وأنسى طيب أتنقل إلى جزء آخر وهو المسيح ماذا نعرف عن المسيح وماذا يقول إنجيل يهوزة عن شخص المسيح يبقى إيمانه عن أفكار إنجيل يهوزة عن الإنسان مرفوضة أفكار إنجيل يهوزة عن الإله مرفوضة نيجي للمسيح المسيح في إنجيل يهوزة هو معلم غنوسي يعلم بالأسرار أتى من عالم ما وراء الطبيعة وقال له يهوزة بالنص كده في إنجيله أنا أعرف من أنت ومن أين أتيت أنت من العالم الخالد الأيون وأنا من عند باربيلو اللي هو الإله العالي المتسامي اللي ما نعرفه وانا لا أستطيع أن أنطق بإسم الذي أرسلك يعني يهوزة هو الوحيد اللي في تلميذ المسيح اللي عرف حقيقة المسيح كويس المسيح لم يكن له جسد إنسان حقيقي اللي هي بنسميها دوسيتزم أو بمعنى إنه يبدو يظهر اللي هي شبها له هو هو جسده ليس مادي لكنه يبدو على إنه مادي هو ما عندهش جسد بشري لكن يبدو على أن له جسد للدرجة أنه أحد المعلمين في كتاب في كتاباتهم عن الرب يسوع قالك أنه يحنى كان يحتار في المسيح يسوع لأن يسوع عندما كان يسير لم يكن لأقدامه آثار على الأرض حتى لو ماشي على رملة أو على طينة ما فيش آثار لرجليه يعني هو جسم خفيف كده أو شبه الجسد فما يتركش أبدا آثار لقدمه وهو ماشي طبعا زي ما قلت هذه العقيدة هي اللي تأثر بها الفكر الإسلامي عن يسوع أنه فكرة الشبها له لا تعني أنه واحد خد مكانه لكن فكرة شبها له أن المسيح ليس له وجسد لكنه شبها أو شبيه بالجسد ده في الفكر الغنوسي مش أنه يهوز على فكرة في الفكر الغنوسي في إنجيله مات بس لم يمت نيابة عن المسيح لكن يهوز في الفكر أو في الإنجيل ده وان أراد أن يبرر عملته ما هو أنت لو أنت هتاخد شبه المسيح أنت في داعي أن أنت تسلم المسيح لليهود في داعي أنك تبيعه ب30 من الفضة لكن هناك اتفاق بحسب إنجيل يهوز اتفاق سري المسيح بيقول يهوز يهوز أنت هتخلصني من بشريتي طب هيخلصك إزاي من بشريتك مش بأنه ياخد بشريتك لا بأنك تموت الإنسان بيتخلص من الجسد بموته كويس فده الفكر الأساسي في الغنوسية وزي ما قلت أنه هذه العقيدة هي أول عقيدة عقيدة التجسد هي أول عقيدة هاجمها الهراتقة في انخلال الفكر الغنوسي ورد عليها الرسول يحنى مرة واثنين في رسايله وسمى هؤلاء الذين ينكرون التجسد وينكرون أن يسوع المسيح قد جاء في الجسد سمهم بأنهم أنتي كرايست ضد المسيح مقاومين للمسيح ولم يكون أبداً جزء من الكنيسة ولم يكون أبداً جزء من المؤمنين لكنه ده فكر دخيل على الكنيسة المسيح موت المسيح لم يكن موتاً حققياً بما أن المسيح لم يكن له جسد حقيقي ما هو اللي هيموت هو الجسد الحقيقي بما أن المسيح ليس له جسد حقي فموت المسيح ليس موتا حقيقيا لم يكن موت انفصال الجسد عن الروح لأن المسيح في جسده لم يكن جسد ماتي فالمسيح بدأ وكأنه يتألم وظهر في الجلجوسة كمجرد رؤية يعني اللي شايفين الصليب اللي شايفين الصليب كانت بالنسبة لهم كانت بالنسبة لهم أنه ده مجرد رؤية ده إزاي ما يكون واحد الرؤية هي أنك بتشوف حاجة غير حقيقية غير فعلية لكنك بتشوفها في النهار كويس تشوفها وانت صاحي تختلف عن الحلم فالمسيح بالنسبة للناس كان وهو مصلوب كان عبارة عن رؤية وعش كده تألم المسيح لم يكن تألما حقيقيا وموت المسيح لم يكن موتا حقيقيا لأن المسيح ما كانش عنده جسد حقيقي دي بكل بساطة مش أنه شبها له وأنه حد خد شبهه ده الفكر الغنوسي بيقول كده كويس حاجة أخرى كما يؤمن الغنوسيون بأن المسيح الإله ودي على فكرة أيضا واحدة من الأفكار الغنوسية وموجودة في كتابات كثيرين من الغنوسيين اللي بينادوا بأن الله كويس نزل نزل على شخص اسمه يسوع عند المعمودية زي فكرة الأدابشن أو التبني إن الله رأى شخص كويس أوي جميل وديع طقي اسمه يسوع فالله أتى إلى يسوع حلف يسوع وعند الصليب ترك المسيح يعني يعني الله اتحد بالمسيح عند المعمودية وفارق المسيح عند الصليب وطوعا ده فكر شيطاني مختلف عن الإيمان المسيحي نهاية لأن لهوت لم يفارق الناسوت ولأنه الإيمان بالمسيح ابن الله ليس معناه إنه الله رأى إنسان فتبناه وجعله ابنه نحن بنتكلم على جوهر الله الواحد مثلث الأقنيم طيب أجي إلى يهوزة من هو يهوزة هذا نجيل كتب أولا لنشر الفكر الغنوسي ثانيا لتبرئة يهوزة من زنب تسليم المسيح بيس فبتقول إيه إنما فعله يهوزة كان باتفاق سري مع المسيح يعني أنا ما عملش فكرة غلط أنا ما نفعش إن أنت تسميني خاين ومن فعش تقول علي أن أنا خنتك وبعتك ليه يا يهوزة؟ لأنه ده كان فيه اتفاق بينه وبينك طبعا ده الفكر ده مختلف نهائي عن الأنجيل الأنجيل اللي بتكلم عن يهوزة على أنه كان لص الأنجيل اللي بتكلم عن يهوزة أنه أراد تسليم المسيح سرا وذهب من وراء المسيح واتفق مع رؤساء الكهنة وقادة الشعب على تسليمه إلى آخر هذه الأجزاء الخاين الذي باع معلمه بقبلة لكن هنا في الإنجيل يقول لك لا أنا ما عملتش كده من نفسي ده أساسا فيه حاجة بيني وبين المسيح أنتم ما تعرفهاش طب إيه الحاجة اللي بينك وبين المسيح اللي إحنا ما نعرفهاش كان فيه اتفاق سري بيني وبين المسيح المسيح بيقول لي أنت يهوزة هتعمل فيها حاجة مهمة جدا أن أنت لازم تخلصني من جسدي من بشريتي فعشان تعمل كده لازم تسلمني لليهود فأنا قمت وعملت اللي هو عايزه فأنا مش خين ده بالعكس ده أنا قطعته إلى النهاية ده واحدة من أفكار حاجة تانية يهوزة عمل خيرا لأنه أراد أن يحرر المسيح من الناس والعبارة اللي موجودة وهنقراها لم يكن يهوزة خائنة للمسيح بل كان أمين سر أسرار الملكوت ده مش بس أمين سر السندوق لا 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 ده في حاجة أكتر من كده ده كاتب سر المحكمة ده المطلع على الأسرار السرية التي أعلنها يسوع المسيح ولم يعلنها لتلاميذه وده اللي بنجده في الإنجيل تعالى حتى أعلمك أسرار لم يراها أحد قط ده المسيح بيقول ليهوزة كده بيقول له تعالى أنا هوريك وهعرفك أسرار لم يعرفها أحد قط لأنه يوجد عالم عظيم ولا حد له الذي لم يرا وجوده جير من الملائكة يعني حتى الملائكة لا تعرف عنه شيء الذي فيه يوجد روح عظيم غير مرئي الذي لم تراها عين ملائك قط اللي هو الروح السامي الإلهي السامي الكبير يبقى يهوزة أمين سر الملكوت بحسب إنجيل يهوزة فمن فاش تقول عليه خير ومن فاش تقول عليه أنه هو باع معلمه وأنه هو سلم معلمه بقبله كويس يهوزة أيضا بخيانة يهوزة لم يتراجع المسيح عن الصليب والفداء يهوزة عمل كده لخير المسيح لأنه لا يعطي للمسيح فرصة أنه يتراجع أمام ألام الصليب وأمام هول الصليب أنك أحسن حاجة أنك تبيعه وتسلمه للرومان يصلبه فبالتالي لا يكون عنده فرصة للتراجع فيهوزة سلم المسيح فيهوزة سلم المسيح حتى لا يعطي المسيح فرصة للتراجع اللي هي كانت رفضة أن المسيح يصلب كده المسيح يقول له ستكون أنت ثالث عشر وستكون ملعونا من الأجيال الأخرى المسيح بينبئه أن اللي أنت هتعمله ده أنك تسلمني هيتفهم غلط وأنك أنت هتكون ملعون من الأجيال الأخرى ولكنك ستأتي لتسود عليهم يعني فيه مكافأة ليك يا هوزة هو هتفكر أنه أنا هنسى اللي أنت عملته كويس وفي الأيام الأخيرة سيلعنون صعودك هيرفضوا أن أنت بقيت أعلى منهم وأيضا في الحقيقة فالإنسان الذي يحملني هو أنت يا هوزة الإنسان الذي يحملني يحملني لإيه يحملني للصليب مش معنى أن أنا أحلي فيه أو أنه ياخد شبهي ليه لأنه هنا يقول هو أنت يا هوزة ستضحي الآن الكل ازددت وجسدك الأرض مات واحترك نجمك ويكون قلبك هو مش بيكلم عن أنه يا هوزة أخد شبه المسيح مش بيكلم عن يا هوزة الذي أسلم المسيح هو الذي هياخد شبه المسيح فكرة أنه يا هوزة ياخد الشبه مش موجودة أبدا في الفكرة ده أبدا فكرة الشبهة مش موجودة لكن اللي موجود أنه يا هوزة أسلم المسيح لكيما يحرر المسيح زي ما قاله المسيح أنت ستعتقني من إنسانيتي من الجسد المادي بالموت الصلب لأن المسيح في الفكر في الفكر الاغنوسي وفكري هوزة ليس الله المتجسد هو من عند الله لكنه ليس الله المتجسد فبالتالي هو المسيح أيضا في شخصه في الدوليزم دي في الثنائية دي ثنائية العنصر العنصر الإلهي والعنصر المادي وأنه الإنسان بيتحرر بأنه ينكسر هذا السجن المادي الجسدي يجي هنا الخلاص في الفكر الغنوسي كيف يتم الخلاص في الغنوسية بالمعرفة السرية ده secret knowledge أي معرفة الإله الحقيقي غير المدرك ومعرفة الإله خالق العالم ليس هو الإله الحقيقي يعني إزاي إزاي تخلص أنه أنت تعرف أنه فيه إله غير مدرك كويس سري وأن أنت تعرف أن المادة اللي موجودة خلقها إله آخر غير الإله الحقيقي وأن أنت أيضا تعرف أن أنت فيه جزء من الله وأن أنت حبيس وأن جسدك هو السجن لهذا الجزء فمن خلال المعرفة السرية التي يقدمها المسيح للإنسان يخلص الإنسان كل هذه الأفكار لو عرفها المسلم عن إنجيل يهوزا هو نفسه هيرفض إنجيل يهوزا هو يعرف أنها مجموعة من الخزعبلات وما ينفعش تبني عليها أي حاجة لا تاريخية ولا حقيقية لأنها مجموعة من الأفكار الوثنية الفلسفية المرتبطة بخلق الإنسان وبخلق العالم وبوجود سنائية إلهية هذه كلها ما ينادي به إنجيل يهوزا عرفتوا ليه إحنا الكنيسة من أول نشأتها رفضت هذا الإنجيل واعتبرته من الكتب التي كتبها مهارتقين إحنا ما عندناش حاجة نخاف عليها ولا إنجيل يهوزا ولا عشرة من إنجيل يهوزا ولا مية من إنجيل يهوزا يهزوا جزء حقيقي في الإيمان المسيحي لأن إيماننا مبني على شخص يسوع المسيح كلمة الله الذي تجسد وعاش بيننا ولما تكتبت الأنجيل تكتبت كحقيقة تاريخية عن يسوع المسيح ابن الله هنكمل مع بعض في الحلقات اللي جاية فإلى أن نلتقي سلام المسيح يكون باقوة موسيح